السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني الأساسي من مدرسة البيت العتيق الإسلامية كيف حالكم يا صغار؟ أتمنى أن تكونوا صحة وسلامة وعافية لقد اشتقت لكم كثيرا لقد تحدثنا في الدرس الأول من وحدة البيئة عن البيئة وهي المكان وما يوجد فيه من مكونات حية وغير حية أو الجمادات وتحدثنا أن المكونات الحية هي الكائنات الحية الموجودة في البيئة مثل الحيوانات والنباتات والإنسان وأن المكونات غير الحية مثل الماء والهواء والتراب والصخور واليوم سنتحدث عن الكائنات الحية في مواطنها لكن قبل أن نبدأ دعونا نستمع إلى هذه القصة ذهبت ليلى وعائلتها في زيارة إلى حديقة الحيوانات وعندما وصلوا إلى هناك شاهدوا الناس يركضون خائفين فسأل الوالد أحد العمال في الحديقة لماذا يركض الناس خائفون؟ فأجابه العامل أن هناك مجموعة من الحيوانات خرجت من أقفاصها ولم تعرف طريق العودة إلى مكانها الصحيح فهل لكم يا الصغاري أن تساعدوا هذه الحيوانات في العودة إلى مكانها الصحيح؟ هذا ما سنفعله بعد أن نأخذ درسنا لهذا اليوم إذن ما هو الموطن؟ وما خصائص مواطن الكائنات الحية؟ مواطن الكائنات الحية حتى نتعرف على تعريف الموطن نستكشف ذلك سويا من خلال تأمل الصور التالية هيا الصورة الأولى ما هذه الصورة يا صغار؟ أحسنتم إنه بحر ما هذا الشيء الموجود أمام البحر؟ أحسنتم يا صغاري إنه سمكة لماذا توجد سمكة خلف أمام البحر أو خارج البحر؟ ربما قذفتها الأمواج إلى الخارج لكن يا ترى هل تستطيع الأسماك أن تعيش خارج البحر؟ أحسنتم رائعين بالتأكيد لا فسوف تموت ولن تستطيع أن تعيش خارج البحر لننظر إلى الصورة التالية ما هذه الصورة؟ إنه مكان رملي مملوء بالرمال وهو حار جدا ما هذه الشجرة في الأمام؟ أحسنتم إنها شجرة تفاح يا ترى هل تستطيع شجرة التفاح أن تعيش في هذا المكان؟ بالتأكيد لا لأن هذا المكان يسمى صحراء وشجرة التفاح لا تتحمل هذه الأجواء الحارة لتعيش فيها هيا ننظر إلى الصورة الثالثة الصورة التالية ماذا يسمى هذا الحيوان الذي لونه أبيض؟ أحسنتم إنه يسمى الدب القطبي أين يعيش الدب القطبي؟ رائعين يا أطفالي إنه يعيش في القطب المتجمد الجنوبي أو الشمالي حسنا يا صغاري هل يمكن للجمل أن يقوم برحلة لزيارة الدب القطبي؟ هيا فكروا سويا بالتأكيد لا لأن الجمل لا يستطيع أن يتحمل هذه الأجواء الباردة والمتجمدة الصورة الأخيرة ما هذا الحيوان؟ في الأول أو في البداية إنه حوت والحيوان الآخر إنه أسد هل يمكن أن يتبادل الأسد والحوت مكان عيشهما؟ فيعيش الأسد في البحر ويعيش الحوت في الغابة؟ فكروا هل يمكن لهذا أن يحدث؟ أحسنتم يا صغاري بالتأكيد لا لأن كل منهما له مكان محدد ليعيش فيه إذن يا صغاري ماذا نسمي المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويجد فيه ما يحتاجه من غذاء وماء ومأوى؟ فكروا سويا أحسنتم رائعين إنه يسمى الموطن إذن هيا نكرج سويا الموطن الموطن هو مكان يجد فيه الكائن الحي ما يحتاجه ليعيش كالغذاء والماء ومأوى؟ هيا نعدوه مرة أخرى الموطن هو مكان يجد فيه الكائن الحي ما يحتاجه ليعيش كالغذاء والماء ومأوى؟ مأوى؟ ترجمة نانسي قنقر